اهلا بكم مشاهدين واخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيدة نتكلم فيها عن حصاد الاسبوع خصوصا انه كان اسبوع حافل جدا وانتهى نهاية قوية جدا بصدور البيان الثلاثي المشترك ما بين المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اللي بيسحبوا فيه سفراءهم من امارة قطر وقطر طبعا كان ردف عليها غير مفهوم لما سألنا المتحدة الرسمي باسم الخارجية المصرية وتبقى لتصريحاته من مبارح انه السفير المصري في قطر موجود في مصر بقاله خمس اسابيع فعليا لكن لم يتقرر هل هو مسحوب نهائيا هل هيرجع هل مش هيرجع اكتفى بقول انه ده راجع لاسباب سياسية وانه فيه مطالب مقدمة لقطر هل قطر هتتراجع ده سؤال مهم هل فيه تصعيدات ده سؤال اهم التحالف المصري الخليجي رايح فين زيارة اوباما المتوقعة الايام اللي جاية كل ده هيكون محور حدثنا مع عضفنا اللي مشرفنا استاذ نبيل صديق مدير تحرير مجلة صباح الخير صباح الخير يا فاني صباح الخير موقف معقد في المنطقة لكن كل الطرق تقضي الى القاهرة بقى مش الى روما حضرتك بتشوف ازاي الاخر يومين في الاسبوع خصوصا مع النقاط المهمة جدا اللي منها خطاب المشير السيسي من يومين واللي اعلن فيه منيته بشكل واضح للترشح لكن بعد اتباع الاجراءات وفي نفس اليوم حكم محكمة الامور مستعجلة وتجريم حماس وانشطتها في مصر والردود بتاعتهم اللي يعني لا تعليق عليها وامبارح بقى البيان الثلاثي نحن لك بتشوف النقاط دي كلها ازاي خصوصا انها نقاط مهمة جدا ومتصلة في صورة اكبر نبتدي بالبيان الثلاثي هو برضو عشان نركز شوية في الموضوع هي قطر بتنفذ اجندة امريكية اسرائيلية في المنطقة بعلها فترة طويلة يعني زي ما البعض قال ليس لها قرار من ذات نفسه بالضبط هي فيها ثلاث قواعد عسكرية في زي السيلية والعيدية ومش عارف ايه فبالتالي احنا هنا لازم الجديد هو موقف الدول الخليجية هو ده بيحصل بقاله اكتر من ثلاث سنين ان قطر تدخلت في ليبيا تدخلت في سوريا حاولت تدخل كتير في مصر دعمت الاخوان واخدت القيادات بعد تلاتين ستة واغلبهم عايشين هناك في قطر ايه الجديد عشان دول الخليج مبارح تحركت الجديد انه في دولتين موجودين على حدود السعودية والامارات وهي اليمن والبحرين وهما محتضنين بعض المعارضة في البحرين من البحرين في قطر برضو بيعملوا لهم نفس الدعم اللي كان موجود للاخوان هنا بشكل كبير فهنا السعودية بتعتبر اليمن الفناء الخلف لها وده جزء منها القومي زي العلاقة بين مصر والسودان كده بشكل مباشر فبالتالي اللي واضح انه في محاولات لتقسيم اليمن ست دويلات صغيرة دعم الحسيين من شوية بتوع الجنوب من شوية مش عارب ايه 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 فمحاولة لتقسيمها ست دويلات صغيرة طبعا السعودية يهمها ان اليمن تكون دولة متماسكة لانها على حدودها واي تفتيت ممكن يهدد الامن القومي السعودي نفس الشيء بالنسبة للبحرين على الحدود الاماراتية وعلى الحدود السعودية ومن هنا وجدنا ان السعودية والامارات تحرقوا بسرعة نتيجة انه خلاص ده بقى ايه التهديد بدأ على ابواب البلادي طيب بس الموقف ده موقف غير مسبوك في تاريخ مجلس التعاون الخليجي وهل الطلبات اللي مقدمة من هذه الدول الشقيقة تتماثل مع الطلبات اللي مقدمة لقطر من مصر ما هو زي ما قلت لحضرتك الحكاية كلها قطر بتدخل في الدول العربية بلا فترة وبتنفس اجندة من خارج المنطقة الخليج تحرك لما بدأ يمس امن القوم ولا ده عشان اوباما جايه وده ما يبقاش رد فعل لا 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 ده لانه بالفعل هناك مساس بالامن بالنسبة للامارات والسعودية اليمن والبحرين بالنسبة لهم عمق استراتيجي زي ما بيقول ارتباط ده بقى بمصر ارتباط ده بمصر والتحالف ما بين مصر طبعا فيما يخص مصر دول الخليج في الفترة اللي فاتت من تلاتين ستة الحد دلوقتي وجهت كذا دعوة لقطر ان هي تمتنع عن ما تفعله في مصر وقف التمويل بالنسبة لبعض الطائرات اللي موجودة الى اخره بس كان في سورة تحذيرات في سورة مفاوضات في سورة نصائح لكن لما بدأ يمس الامن القومي في البلاد اللي حواليهم كان التحرك حاسم وواضح وصريح طيب طرام نتكلم عن الامن القومي لازم نتكلم عن الجانب العسكري ومن فترة مش بعيدة كان فيه مناورات مصرية سعودية ومن فترة قريبة في الايام اللي فاتت كان فيه مناورات مصرية اماراتية وفيه كلام على انه قطر عايزة يبقى فيه قاعدة عسكرية مصرية الامارات عايزة يبقى فيه قاعدة عسكرية مصرية هناك حضرتك بتشوف ده ازاي وكمان المملكة العربية السعودية ارتفاع مشترياتها من التسليح حتى فقط بريطانيا فيه وضع عسكري بتشوفوا حضرتك ازاي بص العلاقة بين مصر والامارات والسعودية واضح ان الترابط والاتساق المواقف مع بعضها والاتفاق واضح من تلاتين ستة ان هناك توجه ان المنطقة شايفين ان مصر بشكلها اللي كان قبل حكم الاخوان واللي موجود دلوقتي هو المتوائم مع امن الخليج ومعه وتول عمر الدول العربية بتنظر لمصر على انها القوى العسكرية اللي موجودة اللي ممكن بتحمي المنطقة الى اخره عشان كده سقوط مصر ما كانش في صالح الخليج زي مثلا ماهو برضو لما الجيش العراق اتدمر وبعد منه السوري ما كانش في صالح الامن القوم المصري وان كان الناس اتفقت واختلفت بس في النهاية منذ درب الجيش العراقي سنة تسعين وبعد كده في الفين وتلاتة تم اضعاف المنطقة لانهما كانت تلات جيوش اللي بيسموهم جيوش المواجهة مع اسرائيل دلوقتي العراق انتهت من الفين وتلاتة تماما جيش السوري دخل في حرب اهلية وسلحوا بعض الناس الى اخيره فالنتيجة ان الجيش السوري كمان بيتراجع وتم نزع السلاح الكيموي منه فتم نزع اظافره فيتبقى الجيش المصري فعشان كده الخليج فيه تعاون عسكري مع مصري سواء في المناورات سواء في الامر السياسية سواء الدعم الاقتصادي فهتلاقي انه فيه تنصيق كبير خلال الفترة اللي فاتت بين التلات دول ومعهم الكويت وبعض الدول العربية الاخرى بحيث انه يحفظوا على التوازن اللي موجود في المنطقة وده ضد التخطيط الامريكي والسياسة الامريكية في الشرق الاوسط وده بياخدني بقى لكلمة المشير السيسي أنا عايز اربط اللي احنا قلناه ده بموقف السياسة الامريكية في الشرق الاوسط وزيارة اوباما المتوقع وكلمة المشير السيسي او الانبالح خصوصا انه كان فيها نقاط شديدة الاهمية ولم تطرح من قبل وقال تحديدا انه احنا صبرنا 8 شهور يمكن الناس راجع مواقفها لكن خلاص فهل ده بداية لمرحلة هل هو الخطاب ده بداية لمرحلة جديدة وايه اهم النقاط وتحليل حضرتك لها في خطاب المشير المرحلة الجديدة بدأت من 36 نزول الشعب المصري بعدد كبير زي 30 مليون زي ما نزلوا في الشوارع كلها على مستوى الجمهورية كان اعلان ضربة موجهة ومباشرة للمشروع الامريكي اللي تفتيت المنطقة لدويلات صغيرة قائمة على بس حالك مش بتشوفه ويا رب تكون وصلت لكم وانحنا داخلين على مرحلة جديدة ما ده أنا هاجلها دي لكن هي الفكرة انه كان المشروع قائمة على تفتيت المنطقة لدويلات صغيرة قائمة على اساس ديني وعرقي وطائفي بحيث ان يبقى مفيش حد يعني اسرائيل دولة صغيرة مش هتكبر فبيصغر الدول اللي حواليها تمام وده مفهوم بقى مفهوم للغالبية فدلوقتي احنا داخلين على مرحلة جديدة وهي مرحلة الانتخابات الرئاسية هل هي مرحلة مواجهة وفرض امر واقع بص احنا الهم عندنا دلوقتي لا هو المواجهة ولا فرض الامر الواقع ولا الكل ده كله احنا اللي همنا في الفترة الجاية ان مصر تستعيد مكانتها حلو وفي تخطيط الناحية التانية مش عايزك تعمل كده فان عشان كده عايز اخش بقى في فكرة الانتخابات الرئاسية الجديدة مش عايز يبقى تكرار للماضي يعني لو ارجع الانتخابات الرئاسية اللي حصلت المرة اللي فاتت هتلاقي كلها عبارة عن سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية الطائرات والأحزاب اللي نسلت واللاثناشر مرشح اللي كانوا مرشحين للرئاسة محدش قدم برنامج حقيقي ازاي هنبني مصر محدش قدم برنامج ازاي هعيد بناء مصر اقتصاديا ازاي هنطور مصر سياسيا ازاي مصر ثقافيا اجتماعيا محدش قدم لي برنامج قائم على رؤية علمية حقيقية خارجة من الواقع المصري النتيجة ان انت كان كله عبارة عن عبارات رنانة أو اللعب على وطر الدين عايزين بقى المرحلة الجاية وهي دي الجديدة بقى في الانتخابات الرئاسية عايزين برامج رئاسية حقيقية ازاي ازاي هنبني مصر بقى البعض بيقول خلينا وقعيين وانه الانتخابات القادمة انتخابات مبنية على الثقة اكتر منها مبنية على البرامج البعض بيقول كده حضرك بتشوف ده صحيح ولا مش صحيح ده تأسيسا على انه الثقة الكبيرة اللي بيوليها الشعب للمشير السيسي بسبب موقفه ومسندة الشعب في ثورة 30 يونيو الثقة شيء جيد بس انا هسك في ايه لازم يكون قدامي برنامج عمل حقيقي عبارة عن برامج قابلة للتنفيذ فيها مدة زمنية محددة مصادر لتمويل هذا البرنامج ومصرحة ومكشفة بالوضع عشان يا جماعة احنا في لحظة فارقة لا ينفع فيها المجملات ولا ينفع فيها الكلام الجميل احنا محتاجين نشتغل وده بيرجعنا لكلام المشير السيسي انه والله اي من كان القادم لرئاسة مصر لن تقوم غير بشعبها وخاصة كمان ان في حمدين صباحي اعلن ترشحه الفريق سامي عنان اعلن ان هو هيترشح خلال 24 ساعة اللي فاتت فيه كلام انه رئيس الجهاز المركز المحاسبات المستشار جينينا برضو هيرجع نفسه فاعتقد الموضوع سيبقى فعايزينها بقى تبقى في الحقيقة انه احنا مين البرنامج اللي قابل وانا اعتقد ان فيه بس تبقى برامج حقيقية وبرامج لها اوقات زمنية محددة نقدر نقوم بالزبط كده خلينا نختم كلامنا بالكلام عن السياسة الامريكية وارتبطها بالتنظيم الدولي للاخوان المسلمين الذي لا يكل ولا يامل والفترة الجاية متوقع من القوى اللي مش عايزة هنا نقوم بس السياسة الامريكية واضحة ما بيهمهاش غير مصالحها ما بيهمهاش غير هي عايزة ايه السياسة الامريكية قائمة على اللي موجود وهي حقق لمصالحه ايا كان طب زيارة بوش القادمة المفترضة هدفها هتكون ايه ما هو دلوقتي لانه فيه اوضاع كتيرة في المنطقة معلقة الطيارات اللي حصلت في اليومين اللي فاته هتأثر على زيارة بالزبط مع ملاحظة حاجة مهمة جدا انه بؤرة اهتمام الشرق الاوسط في السياسة الامريكية بتتراجع على فكرة مش بتزيد ده بحكم اللي بيحصل في اوكرانيا واحد اللي بيحصل في اوكرانيا نمر اتنين كاتل اهمية القصوى هي البترول ومن 2014 فيه دراسات عالمية بتقول ان اهمية البترول بتتراجع وخاصة انهم حطوا قديم على اماكن اللي فيها البترول بشكل مباشر في العراق في الخليج في ليبيا في اماكن كتيرة طب اذكر كده بس انا عايز موضوع اوكرانيا سؤالي البسيط اللي فيه المنطقة الاختر اذا كان غير مطروح الخرى العسكري وهم اعلنوا كده وانه العملية لن تزيد عن المفاوضات والكلام والحرب بشكل غير تقليدي الحصار والحاجات دي فيبق اوكرانيا شغلهم في ايه ده رد فعل التقارب الروسي لمنطقة الشرق الاوسط الامريكان نجحوا في السبعينات والتمنيات والتسعينات يبعيدوا روسيا تماما عن منطقة الشرق الاوسط كان فضل لهم تواجد في مداء ما فيه اللازيقية السرية يعني نظر نقول ان فيه اعادة توازن للقوة فهو دولتي لما بدأ يفتح علاقات مع مصر هو فتح له جبه هناك بيشغله هناك لكن انا عايز اللي انا اقوله الاخطر بالنسبة للسياسة السياسة الامريكية خلال الفترة الجاية مش هتبقى منطقة الشرق الاوسط محور الاهتمام اعتقد انهم هم عايزين خلاص الشرق الاوسط بسرعة عشان ننتقل للمنطقة الاهم وهي منطقة جنوب شرق اسيا للنفوذ الصيني ممكن لانه لو حصل تحالف صيني ياباني هندي كوري هناك اعتقد هيبقى الموقف بالنسبة الامريكان صعب وعشان كده يعني بصي كده بالراحة التشابه ما بين اللي بيحصل في تايلاند واللي بيحصل في اوكرانيا ونفس التشابه الناس اللي في الشارع وزعيمة المعارضة المحبوسة في تايلاند زي زعيمة المعارضة المحبوسة في اوكرانيا اعتقد السيناريو بيتكرر بشكل تاني والاتجاه الفترة الجاية للسياسة الامريكية والتوق اللي بتاحهم هيتنيل لموطقة جنوب شرق اسيا لان هي الاخطر بالنسبة لهم في اللحظة الرهيط استاذ نبيل صديق مديري تحيير مجلة صباح الخير بشكرك جدا ونتمنى ان يتقابل تكون الدنيا فكرة شوالا فيها مشانية دي كانت نهاية فخرتنا ونهاية حلقتنا ونهاية يومنا ونهاية اسبوعنا يا رب تبقى نهاية اسبوع سعيدة ويكون سعيد عليكم جميعا ونتمنى الخير لبلدنا ولازم اكتر حاجة نفكر فيها نشتغل وننتج ونتعب الفترة اللي جاية عشان نقف على رجلنا ده حلنا الوحيد لمجابهة الدنيا كلها بحدش يقدر يقف قدام ده ولا حتى الولايات المتحدة الامريكية بكرا نشوفكم مع فريق عمل جديد يا رب بيبقى يوم سعيد عليكم سلام